بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنكمل View Menu وبنشوف ان عندنا Display Mode فيه Display Mode فيه Shade Selected بنختار دي اللي بنقدر نعمل بيها Shading لبارتس المختلفة وفيه عندي Turning 2D View دي ان شاء الله هي اللي موجودة قدامنا لما نيجي نشتغل في Turning بنجد نهاية طول مفيدة جدا وتعالى نشوف دلوقتي ازاي بنعمل عملية Shading لـ Selected Item فانا هاجي على الهول ده واعمل له Selected بنجد اللونه اتغير الى اللون الاحمر هاجي اضغط على Shade واعمل كده هويب انا ايه اظهرت ايه الجزء اللي انا عايز ايه اشوف شكله بعد عملية الانتاج هيكون ازاي بقدر اعمل اجزاء مختلفة اعمل لها Shading يسعدر اضغط مثلا على البوس اللي موجود اللي خدها بيسموه بوس لما نيجي ان شاء الله نعمل عملية التشغيل هوري لك كل الأجزاء دي بتتعمل ازاي فالبوس هقوله اه يبقى كده ايه اه هنا اصبح البوس بلون معين يعني ان المaterial الى Around the bus دي كلها هتعمل لها ايه Remove هنعمل لها دي لها تتشال عشان يطلع الشكل النهائي بهذا الشكل طيب ايه تاني تعال نشوف البوكت اللي موجود قدامنا ده اهو اهو يبقى كده اظهر بهذا الشكل الكتابة التكست اللي موجود اقدر اغاية اهو اقدر اجيبه هنا لو انا عملت double click يقولي ايه انت عايز تروح للأوبجيكت اللي هو كاد ولا الجروفته انا اللي عايز لده ولا ده دلوقت انا هقوله cancel انا بس كنت عايز ايه فقط ان انا ااخد ايه التكست واعمل له shade اهو يبقى انا كده واخد التكست ده وعمل له shade يبقى اذا انا بدأت الشكل يتضح قدام قدام في السكرين واقدر احدد يعني ال final product هيكون شكله ايه عن طب كل الشهد اللي احنا عملنا ده just click on shade all يبقى نرجع للشكل بتاعنا الاول طيب يبقى كده ديان ايه ال view menu ما زلنا فيها نيجي نشوف ال tool bars لو جينا نشوف ال tool bars يا شباب نجد اننا الله ده فيه هنا انت شفت عندك ايه ال principle views انا بقدر اجيبها اجيبها من ايه انا جيبها من هنا واخد بالك عندك اللي هنا اللي هي ايه ال snap mode انا جيبها من هنا من tool bars عندي يعني الحاجات المختلفة اللي هي موجودة هنا بقدر انقلها قدامي على ال screen بحيث ان انا اقدر اشتغل بيها زي display mode او عشان ابين ايه لانا اوضع اهو ادي display mode قفلت ان انا كنت اعمل بيها عملية shading ولا انا قلت ايه فيها فيه هنا الجزء ده اللي هنستغل بيه في التاني ان شاء الله فيه عندي geometry geometry هي موجودة هنا فانا الحقيقة ما بجتش ان هي مفيدة ان انا اضع geometry لانا هي موجودة فمن الممكن اللي بيحب يقدر ايه فيه ناس تحب يقولك ايه التول تبقى موجودة قدامي اهي ممكن تجيبها هنا هو وتقدر تخلي geometry المختلفة اللي انت اقدر ان اخليها small or large buttons اهو يبقى انا كده خليتها large buttons اخليك معايا اهو كده بقيت ايه small buttons كمان فيه حاجة مهمة جدا ان انا اقدر اعمل new menu يعني ايه انا اقدر اعمل menu خاصة بي انا فبضغط على new بسمي menu بأي اسم فمسلا هنسميها new one new one هتصبح عندي menu اسمها new one المينيو اللي هي new one اجمع فيها كل commands المختلفة اللي انا احب ان انا عارف ان انا دايما هي دي الcommands اللي انا بشتغل بيها على طول فمثلا زي open اجيب open اقول له ايه لو سمحت اعطلنا open ده هنا طيب عايزين ناخد في view الاسومترك والكلام ده انا اقول top اللي انا بشتغل فياخد top وهكذا يبقى انا هقدر اعمل المينيو الخاصة بي بحيث انا اقدر اشتغل بي انا عارف التولز دي هي الcommand tools اللي انا بشتغل بيها وبقدر اتعامل معها في منيو واحدة بعد كده كده يبقى احنا هنقول له ايه الغاء الامر وشكرا ودي احنا ايه مش عايزينها يبقى كده ايه خلصنا من الجزء بتاع الفيو تعالى الconstruct الconstruct بيقول لي فيها تلاقي من اسمها الconstruct عايزين نعمل هننشئ الdimensions المختلفة اللي هنشتغل بها ففي line وبيقول لي line بطرق المختلفة line من two points ولا connected line horizontal and vertical and so on بعد كده بيقول لي في circle الطرق المختلفة لرسم circle وده كله ان شاء الله هنمر عليه تفصيلا واحنا بنرسم part بالكامل احنا الان مجرد ان احنا بنعرض المنزل المختلفة وبنفصل ما هو اللي موجود بداخلها في filet هو هنا تحت filet جاب لي الفلet واللي chumfer في نفس الوقت طبعا احنا في filet اللي بنعمل بيه art لما chumfer اللي بنعمل بيه angle فهو بيقول في corner filet في two point filet في three point filet وفي chumfer موجودين تحت الفلet في عندي arc ترقب طرق المختلف three point two point radius center big and وفي عندي center radius big and طرق المختلفة اللي عمل بيها center وcurve والdimensions ازاي هعملها كل الdimensions اللي انت تحب تطبقها على رسم زي ما انا عامل بعض الdimensions اللي بس كنت بتذكر بيها الابعاد المختلفة ان الوحد بعد ما بيعمل الشغلانة زي دي بيجي تعالي نشوف top بيجي يشوف ان عندي الابعاد انا عايز اعرف ده كان البعد بتاعه قد ايه وده كان والradius ده كان قد ايه وهكذا فالواحد عشان يذكر نفسه الابعاد المختلفة بتاع التمرين بنقدر نعمل dimensions منهم طيب ايه تاني نقدر نشوفه هنا بيقول في surface وال solid و UCS اللي هو موجود قدامنا في الرسم ايه تاني في edit geometry في عندك club وفي عندك trim وفي extend وفي اللي هو infinite في new feature لو في عندي طبعا احنا عرفنا ايه feature ايه فانا عشان اجيب ايه ايه اشتغل على feature من هنا مباشرة فعايز اجيب new feature من الممكن اجيب من هنا طبعا بس افضل ان هي بتبقى موجودة قدامي في steps فبشتغل منها مباشرة نيجي نشوف بعد كده خلصنا new feature في pattern وفي parts library وان شاء الله هنعرض لكل ده تفصيل طيب المينيو بتاعتنا بعد كده بتاعة الماء manufacturing دي منيو manufacturing بتبقى فيها ميزة ان هي بتحدد لي ما هي tools tool mapping اللي موجود يعني كل عمليات التشغيل تمت بليها tool list هو جاب لي هي tool list بالكامل اللي انا اشتغلت بيها ففي end mail في tool اللي عملت بي chamfer وهكذا مجموعة tools المختلفة بقدر اغير في tools طبعا من حقك انك تعمل عمليات التغيير المختلفة في عندي فيها machine configuration المachine اللي انا هنشوف ان شاء الله في عملية simulation اللي تقدر تعمل المachine اللي هي هنا بيقول ايه في milling bus وفي بارت اللي هو FM1 وهكذا دي في manufacturing في عندي post process في post process انا اقدر اول حاجة شباب ان انا بقول ان انا اقدر ان انا عندي المختلفة اقدر اغير هنا واشوف ان انا انش اللي بري الجديدة مثلا في هنا دي metric library في عندي المترك library فيها المachine مختلفة موجودة لو الابعاد عندك بالانش فيها برضو اللي بري اللي بتاعتها موجودة ده بالنسبة للمiling ده بالنسبة لالturn ميل بنقدر اهو زي ما تشايف هنا بيقول بالانش ولا بالمترك وبتقدر تحدد البوست بروسيس بتاعتك من هنا في عندي في المنفاكشن التول مانيجر وفي عندنا المتيريال لو انا عندي المتيريال بقدر المتيريال اللي في اللايبرلي محتاج غيرها او محتاج اضيف لها فبعمل import او support متاحة ليا وفي عندي التحكم في الفيد يعني كل العمليات التشغيل بقدر اتحكم فيها من المنفاكشن شكرا نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله